السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة الليلة نقسيمها لمحورين في الأول نتحدث عن انتخاب أمين عمان والجد المستمر حول هذه النقطة وفي الثاني نتحدث عن موجة الحر إلى متى ستستمر في الأول ناقش مجلس النواب أمس قرار اللجنة المشتركة القانونية والإدارية حيال مناقشة مشروع أمانة عمان تعيين ثلثي مجلس الأمانة على أن يكون الأمين منه هو ما خلصت إليه نقاشات النواب ما الذي يمنع انتخاب الأمين لماذا تشكل عمان حالة خاصة بين المحافظات وهل يعتبر تعيين الأمين تراجعاً ديمقراطياً أم لا هذه الأسئلة وأكثر نتراها عضويا في نريلة كل من أستاذ صالح عارموطي عضو مجلس النواب مساء الخير أستاذ صالح مرحباً يا مرحباً وأيضاً أرحب بها دكتور طرال الشرفات عضو مجلس النواب مساء الخير مساء الخير يا أهلا بك أسمع رأيك أستاذ صالح أو قبل ما أسمع رأيك خيرني أخذ نتابع جملة من النقشات الإدارة يوم أمس نتابع سوية ما دار في مجلس النواب من نقاش يوم أمس ولذلك أنا لست مع تعيين أي عضو وضد تعيين وأنا آمن بعد خمسين عاماً أو سبعة وخمسين عام أن يتم انتخاب أمين عمان برقبة أهالي عمان بهذا الجانب ملح تعيين مرفوض فإنتم أدام تحززه وبدو يجوا عندنا ضيوف وبعدين أمين عمان باستقبل رؤساء الدول فلماذا لم يكن عندنا ما يستقبله رؤساء عمدة بلدية عمات عمدة بآهيب آهيب وأكبر لكن اللي بيحكي إنه الأمين كان منتخب وتم تعيينه لاحقاً بنقوله طب اللي قبله كيف كان واللي بعده كيف هيكون ما بنضمن إحنا الأصل نشرع قانون يمشي للجميع فلذلك أنا بعتر على هذا الموضوع واللي بيحكي إنه الخدمات لا تقدم للأقليات أنا بقول لازم القانون يقدم لكل كبير وصغير لكل مواطن أردني يحمل رخم وطني سواء مسيحي أو مسلم هيك بلاد برة هندوسي وأحمر وأبيض وأزرق كلهم بيأخذوا حقوقهم إنه ست شهور هي فترة كافية للاستعداد وإجراء الانتخابات فالنبطة الثالثة والأكيرة يعني أنا أستغرب إنه فيه ناس وكأنه ليس قار القانون يعني بآخر إحداثياته يعني للطلعة والقرأ يعني إحنا من الأساس لغينا المدة إنها لا تحسب مدة التأجيل من القانون من الأساس وهي واردة في القانون واردة في القانون إنه المدة غير محسوبة من عمر المجلس لأنه أستغرب يعني على آخذ إنه المناقش فيها وهي موجودة بالأساس هذا الجدل اليوم أمس تحت قبة برلمان أستغرب أين المانع لديك بأن يكون أمين عمان معيناً لمنتخباً أولاً أشكرك سام محمد أهلاً وسهلاً وسعيداً أكون مع الزميل والصديق الدكتور طلال أهلاً وسهلاً وبعد غياب خمسة عوام أعود لرؤية أهلاً وسهلاً سيناً شرفتنا يا مرحبا شوف تقول لك إحنا دولة مؤسسات وقانون وعلينا أن نحترم مؤسسات والقانون ونحترم عقل المواطن وحقوق الدستورية النص الدستوري يقول أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم بالحقوق والواجبات أي اعتداء مادة تسعة ومادة خمسة أي اعتداء على الحريات والحقوق المواطنين والحياة الخاصة أو الحرم الخاصة للمواطنين جريمة يعاقب عليها القانون إحنا بعد مئة وخمسين مرة مئة عام نصبح فيه ردة هل تعلم يا أسام محمد ويستمعني أنه في 1881 أول بلدية في إربد منتخبة محمد دحمود كان رئيساً منتخبة 1909 كان رئيس بلدية اسمه إسماعيل باقو بابو إسماعيل يابوك وهو شركسي اللي طلعوا علينا مبالح قالوا إحنا بدنا نراعي الأقليات يعني أما آل الأوان إنه نقول فيش أقليات إحنا مواطنة يركز عن مواطنة فيش تركيز عن مواطنة حتى من عبر وسائل الإعلام يا أسام محمد نانو نركز عن مواطنة منابته أصوله وكذا وكذا الآن إحنا مواطنة طيب كيف إيجى اسمعيل يا بوقر رئيس بلدية في 1909 كيف إيجى عزاعة المجالة عام 1948 رئيس بلدية لعمال عمال مش الكرك لعمال كيف إيجى بلدية 1878 بلدية كانت منشاة في الصرق 1893 في الكرك داول عليها حياحة الصرايرة ودور عليها المجال ودوروا عليها كذا وكذا وكانت هناك انتخابات بعد 1881 واليوم في 2021 بنقول بدنا أمين عمان نكون لا تم تعين وتعين أنا من حقي أنا عندي يا سام محمد مئة بلدية مئة بلدية هذولا لازم ويتم انتخابات أنا صورت أفكر أروح على محافظة ثانية حتى يحق لي أنا أنتخب أنتخب رئيس البلدية هل يعقل هذا بعد أنقص سياسي بالدرجة الأولى لا يخدم الوطن ولا المواطن أنا ابن عمان من حقي أنتخب رئيس البلدية حتى بلدية لعلمك بلدية طيب بالمفهم وبالتالي مخالفة دستورية حق الناخب الأردني أن يختار مرشحه ويختار أمينه ولا ضرر ولا خوف أنه والله بتهم تيجي حركة إسلامية ولا تيجي غير حركة إسلامية في إسطنبوليا سيد محمد اللي إيجي رئيس البلدية غير عن أردوغان أردوغان وهيه ماشي ومتفقين وبقدمه خدمات وبقدم شيء وبعدين هذا هذا عمدة زي عمدة باريس وعمدة كذا من حقنا كمواطنين أن نحتزم ونحاسبه أنه حاسبه أما أنا يجي رئيس وزراء بالله عليك وهذا القانون أقول لك في الصلاحية في الصلاحية بالقانون للمنجز بلد كله كله مرتبط رئيس الوزراء أقول لك توسيح حدود البلدية مرتبطة برئيس الوزراء إذا بدك تعمل اتفاقية مرتبطة برئيس الوزراء يحق لرئيس الوزراء يفصل للأمين ويفصل كذا بالله عليك لو اليوم عينوا أمين عمان راضي عنه رئيس حكومة وإيجي رئيس حكومة بعدين ومش راضي عنه بينسب وبيلغي وبقول لها أخطأ هذا ويحسب على خطأه بقرار من عند رئيس الوزراء من عند رئيس الوزراء كل الصلاحيات الآن ممنوحة وأنا بيني وبينك يعني خلينا نكون واضح معك أنا جبت فيه ديوان خاص بتفسير المجلس العالي لتفسير الدستور بيفسر المادة مية وعشرين بالدستور والمادة مية واحد وعشرين بالدستور وبيبين شو المجالس البلدية والمحلية نص الدستور بالمادة مية واحد بلدية والمجالس القروية تديرها مجالس بلدية وقروية وفقا لقوانين خاصة ولا يجوز للسلطة المركزية أن تصدر تعليمات أو توصيات أو قرارات ضد هذه الجهات المركزية أنا الآن بكرس طب هذا أنا مسكته هيك مبارح وقلت يا أخوان اقرؤوه اقرؤوه وهذا اليوم أيضا زميل محترم فقيس الدستوري الدكتور محمد بتمنى محمد سليم غزوي قال له في كتاب شو عن الكتاب الكاتب مهام اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ويتحدث عن المنظومة السياسية ويتحدث عن مادة 120 والمادة 20 والفرق بين المؤسسات الأهلية هذه بلدية سيدي مؤسسات ذات استقلال مالي وإداري يعني منفصل انتصال كل عن المركزية ما بدي أن السلطة التنفيذية تتحكم ما بدي السلطة التنفيذية تتغول هذا تغول واضح أنا بدي رئيس مدرس سند الشعب مش سند الحكومة طيب أسمع رأيك دكتور طرال في هذا الموضوع وشهدت التجارب الديمقراطية الأردنية في الانتخاب منذ قبل عام 1900 عندنا بلديات وعندنا انتخابات لماذا اليوم نعود في 2021 لتعيين أمين عمان لماذا نمنح هذه السلطة لرئيس الوزراء وهذا أمر مخالف للدستور رأيك يا سيدي أولا مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين وللأستاذ صالح نقيبنا المحترم الذي أقدره وأجله والاختلاف في الرأي لا يفسد في الودي قضية أنا بتقديري أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون أمين عمان منتخب لكن إذا عين هل هناك مشكلة أنا بتقديري أن طبيعة الخدمات وطبيعة العمل الخدمي في الدولة الأردنية يشوب بعض العثرات التي ما زالت لم ترتقي إلى مستوى أن يكون الشخص المنتخب يعني بمنأة عن تأثير الناخبين عليه فيما تعلق بالقرارات المتعلقة بالمصلح العامة بعيدا عن المصالح الشخصية للناخبين ولذلك أنا أقول أن التجارب التي جاءت بتعيين عمدة عمان أو أمين عمان هي تجارب إيجابية ونقلوا يعني البلد نقلة حضارية وكبيرة دكتور ممدوه العبادي جاءت به الحكومة من المعارضة وجعلته أمين لعمان دكتور يوسف الشوارب كان منتخبا وعين أمين لعمان وبالتالي أنا المسألة المختلطة بمعنى أن يترك هذا الأمر للسلطة التنفيذية لتقدر معيار المصرح العام في هذا الإطار بالذات لأننا لم ننتقل بعد إلى مرحلة أن يكون قرار أمين عمان بمنأة وبمعزل عن تأثير الناخبين سيما وأن المسألة الخدمية هي تختلف كثيرا عن التجاذبات السياسية وبالتالي أن المعيار بالدرجة الأولى هو معيار خدمي وبالتالي إذا كانت هناك أي ملاحظات على أمين عمان يستطيع مجلس النواب أن يمارس دوره الرقابي ويستطيع أن يضغط على الحكومة ويستطيع أن يجعلها تقيل أو وبالتالي أيضا هذا الأمر منوت بمسألة أخرى وهي أن مجلس الأمانة منتخب بأغلبه حتى الأشخاص الذين يتم تعيينهم بمجب القانون يتم تعيينهم بأغلبيتهم بصفتهم الوظيفية حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم الخدمي كأمين عام وزارة الأشغال ومدير عام الإسكان وأمين عام الصحة وبالتالي هذا التشبيك هو لخدمة العاصمة العاصمة التي تشكل الوجه الحضاري للدولة الأردنية وبالتالي أنا أقول في ظل شيوع الواسطة والمحسوبية وأحيانا غياب التطبيق الحقيقي للحيادية وسيادة القانون أنا أقول والهويات الفرعية بالمناسبة بمعنى أن عندما يأتي شخص من فيها معين يقوم بخدمة الأشخاص الذين الذين انتخبوه أو الذين هم على صلة قرابة به وبالتالي تصبح الرقابة أقل ولكن هذا لا يمنع أن يكون مسألة الانتخاب هي أمل في نهاية المطاف لكن عندما نحصن المجتمع عندما نحصن الناخب من التأثيرات الجانبية عندما نغادر الواسطة والمحسوبية إلى مبدأ سيادة القانون أنا بتقديري عندها ربما نفكر مليا وجديا في مسألة أن يكون أمين عمان منتخبا هذا هو رأيي في هذا الإطار لكن في كل الأحوال أنا أقول أن عملية التحديث والتطوير الذي تقوم به اللجان والإصلاح السياسي سيعقبه إصلاح إداري في كثير من شؤون الحياة وعندما يتم ترتيب مسألة الإصلاح الإداري بما يتضمن ذلك من قوانين وأنظمة ترسخ مبدأ سيادة القانون أنا أعتقد عندها ربما يكون حديث الأستاذ صالح قابل التطبيق بموضوعي خليني في الوضع الراهن نقلات نوعية بأمناء لعمان وعينوا من قبل الحكومة معارضين صاروا في أمانة عمان وداروها توصيف السلطة التنفيذية كان معارضا بدكيها لا نريد أن يتأثر الناخب في أمانة عمان في الخدمات البعد الخدمي هذا كلام دكتور طلال وليوم السلطة التنفيذية أنتم كمجلس نوى لكم سلطة في الرقابة والمتابعة وهذه واجهة البلد طيب أولا تعيين الأمين والبعد عن الدموقراطية هذا الدموقراطية عرجاء هذا الردي عن الدموقراطية لا تقول لي بعد ما اسمه الخدماتي أنا شو بدي أقدم أنا أسقط عمري مجلس نواب أسقط حكومة أسقط وزير أسقط أمين عمان ذكر الأستاذ أنه يتحيي وتعين بس بحب أقول لك الآن على القنوات أنه هناك حجز على أموال البلدية في أمان عمان كبرى حتى حجزوا على سيارة أمين عمان وين أموالها وأكثر دخل يأتي لها ليش وعندما مش خدماتي معناها أنا بديش أطبق الدستور لما بنص الدستور الأردني مع ترامي الأستاذ طلال يتألف مجلس النواب من أعظام منتخابين انتخاذ عام السيد وإنه الحياة دموقراطية وإنه الآن اللجنة الملكية بتقول لي بدي أنا تنمية سياسية وبيدي حياة سياسية معناته أنت يا لجنة الملكية اللي أنت بجزقة معناته كفتوا حاركوا روحوا لأنه هين اخفقنا في أول تجربة موجود على مجلس النواب اللي هي أمان تعمان الكبرى وبعدين أنا عندي مية مجلس بلدي ليش ليش حصرها في أمان تعمان ليش باقي البلديات باقي البلديات يعني فقط بتقوم خدمات رجال وشخصيات رموز وطنية وما بردوا لا على رئيس حكومة ولا على رئيس حكومة بينما لما يتعين واحد تعين يا أسهز محمد تعرف طريقة تعين أسساً تشكيل الحكومات ومت تعرف كيف طريقة تعينها فكيف لما أنا عين أمين عام مرتبط فيها وبعطيه وباقيله وبعزله وباتخذ الإجراءات حقه مش ديمقراطية ولا حياة ديمقراطية أنا احترمي احترم إرادتي كناقب أنا بدي أمين عمال الأمة نص الدستورة الأمة مصدر تبقوها على أرض الواقع إذن يا أنتو يا لجنة ملكية شو بتدرسوا لما أنا أقول بدي أعين الأمين وبعدين بالصفة الموظيفية هذول اللي قلت لعنهم بالصفة الموظيفية أنا بالقانون لاش أجبهم بالصفة الموظيفية شو الصفة الموظيفية هذول مرتبطين بأوامر حكومية وبعدين بدي أخصص لهم مكافآت أنا بالله عليك الموظفين اللي حكي عنهم الأستاذ طلال هذولها بأخذ بتقادوا ورا واحتم من الدولة بضمان اجتماعي لا يجوز هذه أموال عامة أموال البلدية بصير شي إنت تجمع بين أموال العامة من الحكومة ومن هنا أنا وإذا أنت كنت بضمان اجتماعي وتقعدت واشتغلت في البلدية واشتغلت برجع وحاسبك على كل المبالغ اللي انت قبضتها طيب أنا كيف بدي هون أنا أخذ راتب من الجهة اللي أنا بعمل فيها كمين عام أو كذا وكذا وما بأخذش راتب وبأخذ مكافأة مخصصة إلي بالبلديات هذه أموال عامة ما من ناحية قانونية ومن ناحية دستورية ومن ناحية تفسير القوانين دي صدرت في هذا لا يجوز وبالتالي عبء كبير على أن يكون هناك تعيين أي شخص من الأشخاص كلهم يجب أن يكون منتخبين وأنا يجعل دوائر البلدية وريح نفسي والعالم نظر إحنا تراجعنا بالديمقراطية والحريات درجات كبيرة في العالم ليش نتراجع وبعدين إحنا من يش خايفين يا أساس حمد شو نخايفين منه يجاء مين ما هو ابن هالبلد ومخلص للبلد وأمن البلد واستقراره ويدافع عنه ما برد أقوى من رئيس حكومة أمين عمان وليش حتى اسمه أمين عمان ليش ما يكون بلدية بالقانون البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى كله اسمها بلدية حتى بالقانون هات لما يشيروا يشيروا يقولوا البلدية وبتعرف مش بدهم يطبقوا قانون التنظيم بس بحب أشير للعالم كمان قانون التنظيم اللي بتغنى بالديمقراطية والقانون التنظيم يا أستاذ صادر عام 1966 لا يزال وهو قانون مؤقت يعني قبل عمرك وعمر استاذ طلال 1966 قانون مؤقت والنص الدستوري بقول مدى 94 يجب أن يعرض في أول جلسة من الجلسات أو في جلستين متتاليتين وانت بتعرف القانون الدستور من 1966 قانون التنظيم اللي بتعلق في أمان التعمال والبلديات بمجموعها لا يزال قانون مؤقت وين الرجال وين القانون سواء كان مجلس نواب أو مجلس عيان امبارح يا أستاذ بالقانون مش بدرسوا اللجنة الملكية كده امبارح تسمح لي بس اللجنة الملكية مش موجودين ولا حاضرين فبديع فضلهم حق لا بش يا أم بحكي بحهم ميات ما علاقتهم لا أنا بقول لك شو علاقتهم أنا بقول امبارح مش إليهم بقول بقول لحنا امبارح كان اسم العضو اللي إحنا بنعطي قطع الشباب مش الملك بقول بدنا نعطي قطع الشباب ونعطيهم بالجامعات والمدارس ونغذيهم وفي نص اللي بيعارض الشباب والكذا والأحزاب بدهم يفرضوا عقوبة في اللجنة الملكية امبارح باللجنة وتوصيتهم أنه يخفض عضو المجلس النيابي من ثلاثين لخمسة وعشرين وهذه أستاذ محمد بدها تعديل دستوري بالمادة سبعين بدها تعديل دستوري امبارح باللا مركزية خمسة وعشرين وما شاء الله هالشباب بدعوا وأنجزوا ونعطي دور للشباب اللي بشكله خمسين ستين قد ما بدأ في المية من شعب الأرد نعطيهم حقهم خلي الشعب يختارهم خلي الشعب مبارح بطلوا ورجعوا من خمسة وعشرين ورجعوا إلى ثلاثين معناك للتوصيات اللي بدأت يجي من هناك من هناك راح مني بقول لك مجلس النواب انتم رب تصوتوا عليها انتم رب تفقوا مني بقول لك مجلس النواب مجلس النواب مبارح صوت بدال خمسة وعشرين قفضها رفعها إلى ثلاثين بمعنى أن ما قيل في لجنة ملكية أنه بننخفض سن الشباب لخمسة وعشرين من ثلاثين انبارح المجلس قرر يرفعوا من خمسة وعشرين لثلاثين أليس هذا ردة للقطاع الشبابي هذه القطاعات لا أجدوا مبرر ولا مصلحة عامة ولا خدمة بعدين إذا بدأ أقول بالمفهوم اللي قاله لأستاذ طلاب خدمات معناته مجلس النواب نطبق عليه كل معناته أقول لك إلغوا الانتخابات في كل المملكة وخليها تصير تعيين وخلص حتى نقول هذه البلديات تقدم خدمات وهذا طعمت البلديات لا يجوز لنا أن نطعمت البلديات لأنها فقط تقدم خدمات قطاع اقتصادي واستثماري وتجاري ومحافر وأقول لك ويكون في عمال البلديات والبيئة والمياه والطرق وكلها كويس هذه تصنيفة خدمات يفترض وطيب طيب رأس ما ردك الدكتور طلال لكن بعد فاصل تسمح لي فاصل قصير ومن ثم نواصل بقوما نواصل حوارنا وضيفتنا الكرام وتوقفت وأرجوك تتطلال بدأ إجابة على موضوع الدستوري دستوري أم غير دستوري تعيين أمين عمال يا سيدي مدام لا يوجد القرار التفسير العالي المجلس العالي تفسير الدستور الذي ذكره الأستاذ صالح هو يتحدث عن المجالس البلدية والقروية بموجب قوانين وبالتالي إذا كان القانون يجيز هذا التعيين أنا هو موافق للدستور ولا يتوجد أي مخالف دستورية حسب ما أرى من وجهة نظري لكن أنا أقول ربما من الصعب أن يكون هناك تعيين من خلال أنظمة أو من خلال تعليمات فيما يتعلق بالأعضاء المعينين إذا كانت هناك إذا كان هذا مال عام ولا يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وجور أو مكافآت من جهة ثانية وبالتالي هناك أمانة عمان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ودوان المحاسبة حصنه مجلس الأمة بشقيه لعيان والنواب وأصبحت رفع الحصانة تأتي من خلال مجلس النواب وبالتالي الآن يتمتع بصلاحية كاملة إذا كان هذا يستطيع استرداد وسبق أن تم استرداد مبالغ كبير جدا فهذه المسألة هي مسألة محسومة فيما يتعلق بقانون التنظيم الذي ذكر أنه من عام من عام 1960 وما زال قانون مؤقت إذا كان الأمر كذلك ما الذي يمنع الأستاذ صالح هو وزملائه في الذين هم من تيار واحد أن يتقدموا باقتراح برغبة بمشروع قانون لوضع قانون لا نملك إحنا لأن نرصبونا ثمانية لا يحق لازم البديو يعمل إسام حمد مشروع قانون عشر حسب المادة 95 نعم عشرة أنا عامل خمس قوانين بس ديش أقاطعك إلغاء اتفاقية ود عربة قانون منع الإرهاب قانون الأسرة المالكة إسام حمد وقانون ضريبة المبيعات وقانون استقلال السلطة القضائية وأنه لا يجوز يحيلوا مع التقاعد خمس قوانين ثمان كتلة إصلاح مش لاقين اثنين يوقعوا معنا مشان نقدموا بمجمل قانون يا سيدي يعني صور اثنين 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 مش قادرين وخمس قوانين وحريات وقانون منعه وقانون محكمة أمن الدولة وتعديلها وإلغاء كله خمسة إحنا ثمانية موقعين إلى شهر إلى شهر حتى واحد وقع معنا على قانون استقلال قضاء وأنه بحكي معي بقول لي كانوا بدي يسحب توقعوا وأجله فإحنا ككتلة ككتلة ما الناس سند إنه نقدم بينما بالدورة الماضية كنا 14 وعملنا مشاريع بس هذه أنا لا أملك نعم يا سيدي إجابتي إذا كان هذه المرة يعني من الصعب أو من المستحيل أن لا تستطيع هذه المجموعة بالتحالف مع اثنين من أعضاء وبالتالي هناك أشخاص كتلة الشعب فيها كثير من المواقف الذين تتوافقون معهم وبالتالي ما الذي يمنع من التحالف مع اثنين أو ثلاثة لتقديم مشروع قانون وبالتالي أنا أتفق إذا كان ما زال قانون مؤقت يفترض أن يتم عرضه على مجلس الأمة بشقةه الأعيان مجلس مقترح يا سيد ما مجلس أستاذ الدولان مع الاحترامي لك هذا موجود قانون إذن كان موجود المواقف القانون ماجب على المجلس النواب ماجب على المكتب الدائم نعم وعرئيس المجلس أن يعرضه على المجلس يعرض في أول جلسة أول جلسة نصر الدستور مش أنا بدي أقدم مشروع لهذا أنا قانون موجود يا سيد طلال موجود بس أنا بدي أكمل فكرتي يعني بضل بالتالي أنا أقول هناك قنوات دستورية وقانونية يمكن معالجة كثير من الافتلالات التي ذكرتها إن كانت موجودة فعلا وبالتالي نحن نتحدث الآن عن مسألة انتخاب أمين عمان ومدى توافقه مع الدستور ربما أنت تقول أنه لا يتفق مع الدستور وأنا أرى خلاف ذلك أنه يتفق مع الدستور ولا يوجد ما يمنع هذا الأمر بالرغم من قولي أنه لا يوجد ما يمنع أيضا من تعيين من الأشخاص المنتخبين من الذين أقرهم قانون أمانة عمان وبالتالي هذه المسألة تبقى مسألة اجتهادية وكما قلت أن المبررات التي ربما رآها مجلس النواب الذي تنتمي إليه هي مبررات تتعلق بعدم نضج الوضع الخدمي في الدولة الأردنية الذي يستند إلى أساس منتخبة ودعني أذكر أن حتى الحكومة حتى النواب عندما تم توزيرهم في تسعينات القرن الماضي منهم من قام باستغلال أو استخدام موقعه الوزاري لتحقيق خدمات لناخبيه الذين انتخبوا بالتالي لعدم وجود هذا النطج الحقيقي باحترام قدسية الموقع العام ربما يصبح التعيين أحيانا واجبا هذا وجهة نظري في هذا النطج معقول الشعب الأردني أكبر شعب ناضج شعب الأردني أكبر شعب مثقف بنصدد شبابنا للعالم كله خبراء في العالم كله معقول الشعب الأردني بسمحها بنتدرج هلا طالب طالبه بعشرين سنة هلا بقوله لا عشر سنوات معقول الشعب الأردني مش ناضج والله أحرام والله الشعب أكبر شعب ناضج أنا لما أقول أن الشعب الأردني ليس ناضج أنا قلت مسألة الفصل بين الموقع العام وبين الاعتبارات الشخصية بعدين بس اسمح لي انت قلت فيش دستور مزبوط بس أنا بين إيدي قرار التفسير رقم واحد سنة 2015 صادر بـ 18 خمسة واحد وخمسين وبيقول بما يتعلق بالمجالس البلدية والقروية حسب النص المادة 121 من الدستور يديرها مجالس بلدية أو قروية وفقا لقواني خاصة يقول التفسير بآخر فقه منه ويكون عنصر الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إداراتها شكرا هو مجالس الإدارة عملية الانتخاب موجود الآن الآن ثلثين مجلس الأمان ثلثين مجلس الأمان ينتخب يونص ما قالش ثلثين وثلث جزء عنصر أساسي هو الانتخاب أما أن هذا حيض الانتخاب وبلغ الانتخاب وبعدين المجلس العالي تفسير الدستور يا أستاذ محمد وانت رجل مثقف وبعرفك مطلع وما فيش مجاملات جزء لا يتجزأ من الدستور يعني بحكم الدستور احنا خلينا نعيش حياة دموقراطية لا تخوفون من أي واحد في البلد كلهم أولاء بلد مخلصين وأمينين على البلد وسواء كان أمين ولا رئيس مجلس بلدي ولا قروي نحن نريد أن نرفع الوصاية الحكومية والقبضة الأمنية على الأمين والمجالس المنتقبة لسنا خائفين من شيء ولكن هذا القانون مشروع القانون عرض على المجلس الذي ينتفم إليه الأستاذ صالح وقره بأغلبية كبيرة هذا المشروع لسه بعد أوكي بس لا يعني أقر على الأقل في هذه المادة صرخنا تفزعنا الدنيا يا سيد صرخنا تفزعنا الدنيا قلنا احترم إرادتنا احترم إرادت للناس بدك تحترم رأيها الأغلبية أستاذ صالح قلنا على القالب طبعا والأغلبية رأت أن الانتخاء أن التعيين هو أنسى بس هذا غير دستوري نعم إذا الرأي الأغلبية في بالفقه الدستوري نعم في حتى ما يصدر عن السلطة التشعية نعم في تعسف الاستعمال ولذلك وجدت محكمة دستورية لمراقبة ما يصدر عن مجلس النوض هل يتفق مع الدستوري رأي الأستاذ صالح واضح هذا كلام غير دستوري إذا كان غير دستوري المجلس حتى يقوم مجلس النواب باتخاذ قرار كولون أن يبدو قمراتية بدون يحولونيها مدام هو موافق علي بدون مجلس النواب أرجوك خلين نكام تم ذكرها بعد أنه مش منهوات تحويلها لمحكمة دستورية جربنا اتفاقية الغاز حولوا لمحكمة دستورية وجردنا اتفاقية الغاز لما قرر مجلس النواب بالإجماع بالإجماع يا سيد محمد قرر بالإجماع رفض اتفاقية الغاز وقرر بالإجماع عمل مشروع قانون أملنا مشروع قانون ويجب عرضه في أول دورة من الدورات وما تقدم إذا كان الأستاذ صالح غير مؤمن في المحكمة دستورية أنا صاح في الولاية العامة ليش؟ أنا ما بقول ما بؤمن هذه المحكمة دستورية تراقب الدستور بس أنا بقول أنا ليش أرجع للمحكمة دستورية ما دام أنا صاحب الولاية العامة أنا ل assistir يا سيدي لا تقويش من أن أ قلل أنا لم أقل بديش المحكمة دستورية أنا بقول أنا صاحب الولاية العامة أنا اللي بقرر اللي راضي موقفي يروح لمحكمة دستورية زي ما حكت الحكومة يا سيد محمد زي ما حكتك بس بدي أقول لك نقطة نقطة يا سيد محمد أنا اليوم اللجنة الملكة يا أسيد بس أكأت يا أسمح لي يا أبو عمد سمح لي تفضل يا سيدي هناك قنوات دستورية لمسألة بيان أن هذه المسألة دستورية أو غير دستورية معروف وأنت أستاذنا في هذا العبور وبالتالي لا تستطيع أن تشتهد أنت أستاذ صالح أو أنا أشتهد أن هذا دستوري أو غير دستوري ولكن الجهة الوحيدة التي تقرر أن هذا موافق للدستور أو غير موافق أقول تحرمني كرجل قانون أو فقيه سياسي أو مثل هذا الرجل محمد الغزو أن يبدي رأيه بأي مسألة أنه هذا دستوري وغير دستوري يا سيدي خلنا أكمل فكرتي ما هي فكرتك بتقول أنت ما بصير تقول أنه هذا دستوري لاش أنا أعطل عنه سيدنا تدي الى الإحتيال لا أكملت أنا فكرتي حتى أنك تتفق أو لا تتذب أنا أقول أنت تقول أنه غير دستوري وأنا أقول أنه دستوري ما هو الحكم في مسألة الفصل بيننا بظل أقول غير دستوري لأنه حقق القانون الدستوري يعطاني أغلى دستوري الذي ليس معجبه هذا يروح عن المحكمة الدستورية يسيد القنوات الدستورية اللي حل الخلاف بين وجهتين النظر هي المحكمة الدستورية لا يملك لا مجلس النواب ولا مجلس الأعيان ولا الحكوم ولا إجهة أنها تستطيع أن تفصل في هذا الأمر المحكمة الدستورية هي التي تفصل في هذا الأمر وبالتالي يبقى الأمر معلقا عند هذا الأمر إلى أن تستطيع استاذ صالح أن تتقدم بمذكرة وتحصل على أغلبية لا بداش معكمة الدستورية هاي المجلس عالية تفسر الدستور فصل وهو توافق معك أنه التفسير فقط ينص على أنه فيه انتخاب جزئي يعني ليس كلي وبالتالي يفسر هذا الأمر تعيين الأعظاف اللامركزية هل هو أيضا غير دستوري وتعيين الأعظاف الأمانة هل هو غير دستوري يعني تستطيع أن تقول في هذه المسألة ما شئت ولكن الدستور وضع لنا قنوات ومؤسسات تستطيع أن تفصل بين وجهتين النظر إذا تم الاختلاف بخصوصها ومجلس النواب يستطيع بأغلبيته أن يتخذ قرارا بإحالة إلى المحكمة الدستورية لبيان تفسير الدستور بما في ذلك تفسير قرارا للمجلس العالي الوقت اللي بدأ كنت أحكي بيها أسام محمد وإحنا بالمضاءات مو بحكي بالدستور وإحنا ابعدين كل البعد مشبوح كامل وابعدين كل البعد عن دستور والفهم الدستوري لو استعاننا فقهاء دستوريين لو استعانت أي لجنة حتى بالجانة القانونية جابت خبراء دستوريين لما بدي أحط نص القانون بدي أمسك الدستور كله أقرأ مش بقرأ مادة واحدة بدي أقرأ هل ينسجن مع الدستور أو لا ينسجن بدي أضرب لك مثال أسام محمد نحن الآن في توجه قائمة وطنية اسمح لا أدخل عليها قائمة وطنية وسمعت كل الناس حكوا فيها حتى القانونيين ما التفتوا له النقطة هذه طيب أنا عندي قائمة وطنية الآن القائمة الوطنية بدهم حسب طلعوا عندكم حكوا فيها إنه لازم يكون حزبية نا حزبية طيب أنا مش حزبية مثلا أنا مش حزبي أنا محروم أكون على القائمة الوطنية طيب تعرف يا أستاذ الحمد عندي قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور يقول أن اشتراط أن يكون القائمة الوطنية في الحزبية حزبية غير دستوري ويتعارض مع المادة 75 والمادة 67 معنش تصور ضد أن تكون القائمة الوطنية حزبية محزوة لا يجب أن يسمح في أن يكون هناك أشخاص مستقلين أما الوحدة أقول لا غير دستوري هذا هذا غير دستوري لأنه الحديث فيها المادة 6 زي ما قلنا هذا الأردنيين أمام القائمة سور معاكل لتفسير الدستور لأنه كان هناك اختلاف سيدي ما قرأوا نص المجلس العالي لتفسير الدستور اللي قال أنه ملزم أن يكون حزبياً حزبياً قالوا في الدورة ليس 17 ولما يجوا عملوا قائمة يساطرات إذا تذكر قائمة حزبية قالوا لا يجوز الحزاب لأنه المادة 67 لا تجيز والمادة 75 الشروط الواجفة يوفرها يجب أن يكون حزبياً قالوا الدستور لا يجيز ذلك طيب نعم وهذا جزء لا يتيجز أنا بنتي سمية قلت أنا طلعي لي من السرعة وأنا جاي عليك أما ما طلعت لي طيب دكتور طلال كان جبتك وقلت لك أيه أقول لك بودي لك إياه أهم رأيك دكتور طلال ترضى دكتور طلال يا سيدي أولاً احنا خرجنا على موضوع الأماني لكنه في الأطلال مهمة مهمة الرسالة الملكية تضمنت أنه أيضاً إجراء التعديلات الدستورية المتعلقة بتعزيز العمل النيابي فإذا كانت هذه المسألة غير مغطاة في الدستور سيجري تغطية هذه من جهة من جهة أخرى مسألة القائمة الحزبية المنفردة لا أعتقد أن مجلس الأمة إذا اقترحت من اللجنة الملكية التحديث والتطوير لا يمكن ربما مجلس الأمة لا يمكن أن يوافق عليها بشكل منفرد أن تكون القائمة الحزبية حزبية وبالتالي تكون مشكلة من قوائم حزبية بالإضافة إلى كينات سياسية وينطبق على الكينات السياسية ما ينطبق على الأحزاب فيما يتعلق بإشعال الموقع نعم بالله يمكن فهمني بمعنى ما يعني أنا اليوم الكرام اللجنة واضح لا لبس فيه ولا جدل ولا نقاش القائمة حزبية حصراً الكوتة حزبية حصراً نعم يا سيدي ما زال ما في كوتة صفى عندنا الأحزاب والمسيحيون والشيشان والشركس والمرأة هذول كلهم أحزاب فقط نعم هذا من أراد أن يأتي نعم بفش نعم يا سيدي ما زال المخاضو مستمراً طيب وبالتالي عندما قلت عندما قلت كما هو الحال في مثلاً النظام الانتخابي العراقي هناك قوائم حزبية وهناك كيانات وطنية وسياسية ينطبق عليها ما ينطبق على الحزب بمعنى أن يكون الأحزاب يوم أمس على هذه الطاولة يا دكتور طلال بالحرف والنص من يخرج عن الحزب أو يغادره يجب أن يفصله من مجلس النواة نعم يا سيدي يا سيدي أنا اليوم بدي أروح نائب كيف أروح؟ يا سيدي الموقع أن يكون الموقع للقائمة وليس الموقع للشخص حتى نتجنب الكتل الأهلامية الآن الموجودة في أشخاص ينزل بقائمة ثم هذا الهدف من تحالف الكيانات بمعنى أنا بس كنت يا سيدي اليوم أنت اليوم يا دكتور طلال تسمح لي أنا أفصل نائب لأنه نسحب من قائمة؟ عوز بالله نعم نسحب من كتلة؟ نعم هذا العمل الحزبي هذا دستوري؟ أنا أعتقد أنه هذا قانوني؟ هذا يوافق النظام الداخلي؟ يحتاج إلى وضع قواعد في الدستور لهذا الأمر هذا مصادرة بمعنى أن يصبح الموقع للحزب حتى يكون هناك برامج واضح حتى لا يكون هناك انفلات بمعنى أن الشخص يقوم بالنجاح مع قائمة ما يغادرها أنا أتفق معك فيما تقول إذا ما كانت القوانين والأنظمة والتعليمات تحكم ذلك القوانين والأنظمة والتعليمات اليوم لا تحقق يا سيدي لغاية الآن لم يجري تعديل دستوري صحيح ولغاية الآن ملامح التعديل على 25-30 لا 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 ما زالت في أحكام لم تظهر للعالم ليش يحكوا فيها الآن؟ ليش يطلعوا على الإعلام؟ يا سيدي هذه ما زالت مخاضات حوارية فكرية ما يطلعوش ما يطلعوش ما لا يحكم لم يقولوا عن قرارات أستاذ صالح هم قالوا نفكر توافقات سيدي توافقات لكن التوافقات يا سيدي التوافقات التوافقات تحتاج هذه توافقات في اللجان وتوافقات اللجان تحتاج إلى أقرار من اللجنة العامة هذا لم يحدث بعد وبالتالي نحن نقول لا نستطيع أن نستبق الأحداث ونقول أنها اللجنة قررت كذا وكذا وكذا حتى تصدر هذه المخرجات ثم المسألة الثالي يا سيدي مبارح رجع وقالوا ننزل على 150 يا سيدي وقالوا قلنا 50% أحساب قلنا مبارح ومبارح وصلنا إلى 45% من القوائل الأحساب يا سيدي هذه المخرجات أستاذ محمد هذه المخرجات أولا في نهاية المطاف هي توصيات ثم تذهب إلى الحكومة فتقرها بموجب مشروع الحوانين كما هي كما هي فقط في الجوار دون تعديل أو تغيير فيها صحيح؟ باستثناء التعديلات الدستورية وباستثناء الأمور المتعلقة بالإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب لأنه يا سيدي الالتزام ليس كل المخرجات الالتزام فقط بالمسألة المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب أن تخرج كما هي ثانيا ثانيا الكي بكافة مخرجات هذه اللجنة أن تصر للحكومة وأن تمر كما هي لا يا سيدي لا أريد أن أحكي يا سيدي أريد أن أحكي أنا بهذا الموضوع فضل الدستور بما يتعلق بالمسألة المتعلقة بالدستور لا تستطيع الحكومة أن تتحدث عنها لأن هذه شراكة حقيقية ما بين مجلس الأمة وجلالة الملك بمعنى لا تستطيع الحكومة أن إذا جلالة الملك لم يوافق على التعدالة الدستورية لا يمكن أن تتم بعكس التشريعات العادية إذا ذهبت إلى جلالة الملك ومضى ستة أشهر ولم يصادق عليها تمر تنفذ كما هي أما في التعدالة الدستورية تنفذك فالوافقة واجبة ولذلك ما ينطبق على هيئة لا ينطبق على قانون الانتخاب والأحذر ثم مجلس النواب والأعيان بدهم يقروه أيضا سيقرر أو يعدل أو يضيف أو يزيل الله عليك كيف أن الحزب أنه بده شو اسمه يعزل النائب شوف شوف الدستير الفرنسية والمصرية شو بتقول مش أنا اللي أقول شوف شو بتقول دستور الفرنسي والدستور المصري 1923 و1923 حيث جاء الممثلين المختارين في المحافظات ليكونوا ممثلين عن محافظة بذاتها زي محافظاتها بل عن الأمة بكاملها عضو البرلمان ينوب عن الأمة ويضيف الفقه قائلا ما دام النائب ينوب عن الأمة بكاملها وقد تحرر من قبضة الناخبين فإنه يتحرر من باب أولى من قبضة الحزب الذي عانه أدخله إلى مجلس النواب فهذا العلام مارسيل بريلو يقول إن النائب ليس ممثلاً للمجموعة الإقليمية شوف المواطنة التي انتخبته وليس ممثلاً للحزب الذي اختاره بل هو ممثل للأمة لأسرها والنصف الآخر هنا عضو البرلمان ينوب عن الأمة بكاملها وليس للحزب شو بقول هذا الأراء الفقهية وإحنا دستورنا الأردني مأخوذ أيضاً من القوانين والدستير من مصر وغير مصر والقانون البلجيكي هذه الدستير وهذا الفقه لا يختلف أنا ما بقبل أنا ما بقبل أنه بعد ما أصل أنا كقائمة أنا بفترض الحزب قصصوا له الحزب أنا أصنع عامل مشروع سالس الله لأكون هذا الصلاح قلنا تكون كتلة حزبية ويحق لهم أن يأتوا بأي شخص آخر متضامن معهم متكافل معهم يدخلوا ليش تحرمني أنا إذا مش حزبي أقول لك الحزبية 90% مش حزبيين طبعاً ليش تحرمني إني أنا أكون ضمن القائمة القائمة الوطن تحرمني أنا أكون من قائمة الوطن خلي الحزب يخصص له ويسمح للحزب أن يدخلوا غيره من المستقل أنا كله بيجع عليكم هناك فرق يا سيد بعجالي لو سمح هناك فرق ما بين فصل فصل الشخص الحزبي من البرلمان إذا كان إذا كان يعني بسبب تصويت أجراه في البرلمان وهذا أنا بعتقد دستورياً لا يجوز وهناك فرق بين أن يغادر هذا الحزب ويذهب إلى حزب آخر أو يصبح مستقلاً وهذه المسألة بمعنى بمعنى أن هذا الموقع هو للحزب هذا ما قصدته ليس المقصود الموقع ليس للحزب الموقع للأمة طب أنا أسألك سؤال بس أنك تقول لما بديهم أو غير مقبول غير دستوري لماذا لا تنضم لحزب هون السؤال أنا ما بحب استقلالي بحب قرار إبراسي بحب قرار إبراسي يا أزاز محمد وأنت ملتز بقار كتلتك معا لا أسمع بحترم قرار كتل أضمن تحالف بحترم أقوى تحالف تحت القبة كتل هلامية إحنا بقرارنا واحد وتسويتنا واحد نحجب الثقة وقانون موازنة بقرار واحد طيب ومع ذلك ليش ضيقوا علينا بثمانية مش هدع جائزات إن شاء الله نصير عشرين إن شاء الله إن شاء الله يجمع التحالف أقول لك يا سيد محمد والله بالتسعة والثمانين كان هناك تحالف قومي إسلامي واستطاعوا أن يلغوا الأحكام العرفية واستطاعوا طيب واستطاعوا أيضا أن يقرروا محكمة أمن الدولة أن يصبح حكام خاضعة لطعن أمام محكمة التمية أنت لو تخففوا المطالبات شوي بصير تحالفات بس طالب تستقفها حالي جدا طالب إيش طالب كل شيء مين أما بدكم تلقوا معاهدة وادي عرب ولازم تلتقي معاهدة يا سيد هذه معاهدة لا بأس في إذا بقيت أنا طيب هذا الانقاشر آخر عام المشروع هذا الانقاشر آخر بيضردونا بيقتلونا بيقتلو الشعبنا وبيدي معاهدات معهم تقبل يا سيد طلب شعبنا وقتلونا بيهددوا الأردن بيهددوا الأردن من الإعلام السريولي وهددوا الأردن نعد أن نفتح فيه خوارا لاحقا أشكركم كل شكر نفيد الكريمة شرفتوني بحضوركم مشاهدين الكرام